السلام عليكم طلابنا العزاء في مدارس الوطن العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نقوم اليوم بشرح كيفية اداء الامتحان الشهري. الامتحان الاول عن طريق المنصة. فاليت انكم تكونوا متابعين معنا. تمام بدقة. شغلي سهل كثير. طيب نقوم اولا بدخول الى المنصة عن طريق احدى المتصفحات. نكتب العنوان البريد الالكتروني اللي هو الوطن العربي. بعدها بتطلع لي اسم المستخدم. بطلع لي كلمة المرور اللي هو انت مفروض انك تكون حافظهن او عارفهن. طيب انا راح ادخل الان معكم كاني انا طالب ونقدم الامتحان مع بعض. وهذا امتحان تجريبي. فش على علامات. ما في على علامات. بس بعطيك مقدمة كيف تقدم الامتحانات الجاية بكل سهولة. طيب. فتع صفحتي ونفرض انه انا اسمي كطالب احمد علي. ولازم نتأكد انه اسمك يكون موجود في اعلى الصفحة من فوق. يعني اذا كنت مغيره. اذا كنت مغير اسمك تمام. يريد ترجع ترجع اسمك عشان ما يطلع معي نتيجتك. يطلع معاي اسمك زي ما هو. اسمك زي ما هو. يعني مغير اسمه. مغير اسمه باسم ثاني مش معروف. يرجع يعدل على الصفحة بحيث انه يكون اسمه طالع عنده. طيب. بس افتح الصفحة عندي. تمام؟ بظهر عندي مجموعة المواد لنا عندي. انجليزي فايزيا احيا الا اخره من المواد. كل مرحلة لها مجموعة اه كورسات مختلفة عن مرحلة اخرى. انا نفايت كطالب اوى ثانوي. اليوم كطالب اوى ثانوي. ولها نقدم الاختبار. طيب. على فرض انه الاختبار موجود عندي على الكورس هاب. تمام؟ على جدول وخلطات والتعليمات. هنا تمام؟ بدخل هون. تمام؟ وعال اسبوع الموجود في الاختبار بلاقي الاختبار موجود عندي. تمام؟ وبفتح الاختبار. طيب. نقرأ انا بعطيك تفاصيل. المحاولات المسموح بها. تمام؟ محاولة واحدة فقط. المحاولات المسموح بها محاولة واحدة فقط. الامتحان بيبدأ عندي اتناش وخمس وعشرين دقيقة وبنتهي اتناش وخمس وخمسين دقيقة. طبعا الاختبار بش راح يفتح اطلاقا عندك قبل الموعد محدد اله. يعني اذا كان كتب لك غير مسموح لك بالدخول الان بكونك تنتظر بعض الوقت او دقائق لحد ما يفتح معك الاختبار على احد ما يفتح معك الاختبار. طيب. نقرأ هونا فيه تفاصيل يبدأ الاختبار ساع عثماناش وخمس وعشرين دقيقة ظهرا المده ثلاثين دقيقة. طيب. نفوت عالاختبار مع بعض. نفوت عالاختبار قم بمحاولة اداء الاختبار الان. نمام؟ با اكتب عليك في رسالة هذا الاختبار محدد بوقت ثلاثين دقيقة. طبعا كل الاختبار يختلف عن الآخر. يعني فيه بعض الامتحانات بتكون عشرين دقيقة، فيه بعض الاختبارات خمسة عشر دقيقة. كل اختبار ودك تقرأ التفاصيل تعد وقال ما تدخل عليه. هون الاختبار عندي محدد بثلاثين دقيقة. ثلاثين دقيقة، وراح أكون عندي مؤقت. كل آآ مؤقت بيبدأ من ثلاثين وعد تمام تنازلي، وبعد تنازلي. طبعاً أعيد انت بتدخل على المادة اسم المادة اللي عندك اختبار. مثلا عندك امتحان علوم بتفوت على مادة العلوم بتلاقي اختبار علوم موجود جواها. عندك مادة الرياضيات بتفوت على مادة الرياضيات تمام بتلاقي اختبار موجود جواها. احنا الآن فتنا على اساس انه الاختبار موجود عندي في كورس اسمه اختبار تجريبي مثلاً. لان انا بجرد تجريب. طيب نبدأ المحاولة الآن. الآن فتح عندي الاختبار. الآن فتح عندي آآ الاختبار. تمام؟ رعا أبلش انا آآ آآ حل في الأسئلة. طبعاً اختبار التجريبي مفروض انك لازم تقدمه. اليوم بفتح عندك. تمام؟ من الساعة ثمانية. وراحك بكرة الساعة اثناش ليلا. تمام؟ هزا الاختبار التجريبي في عندي آآ مجموعة بيانات. لازم تعبيها انت. مجموعة بيانات لازم تعبيها لمرة واحدة. بالاختباراتBER. اول اختبار رح يكون عندنا لغة عربية. تمام؟. مش راح تلاقي هاي بيانات الشخصية موجود عندك هتفوت على الاختبار مباشرة. بس هذا الاختبار التجريبي لازم عندك تقدم تمام؟ بعض البيانات الشخصية عشان نربطها بمنصة. طيب شو طالب عندي هنا البيانات الشخصية الأول؟ اسم الطالب الرباعي. نفرض من اسمي انا مثلاً ا احمد 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 مثلا خليل خليل خالد مثلا علي تمام طيب اسم ولي الامر مثلا محمد مثلا محمد يعني محمد احمد مثلا تمام الجنسية بحطك جنسية الاردنية مثلا او جنسيتك شو ما كانت تمام لقم وطني بحط لقم وطني الي وياريت البيانات تكون دقيقة لو راح نربطها بالمنصة راح نربطها في المنصة فان انت اي خطأ عندك انت بتحمل مصرية خطأك طب الشعبة هنفرض مثلا شعبتي انا اه الف شعبة الف طب ممكن اكتب كمان هو شعبة الف طب انا عيد هاي بيانات شخصية انا لسه ما بديت في الامتحان طب بسأل سؤال ثاني هل بيانات شخصية في كل امتحان بتظهر لا مش في كل امتحان بتظهر بس في الامتحان التجريبي بتحط بياناتك الشخصية لمرة واحدة فقط بس تبدأ الامتحانات الرسمية مش راح يكون عندك بيانات شخصية مش راح يكون عندك بيانات شخصية راح تخطها على امتحان مباشرة طيب هاي الشعبية الف كمان طيب الآن انتقلت في عندي عدة صفحات الصفحة الاولى خلصت فيها خمس اسئلة بدأنتقل للصفحة البعديها بروعه على next page next page هيا زي ما انتظهر عندك الآن انتقلت للصفحة البعديها مكان السكان وهي مهمة جدا عشان نقدر نربطها بالمنصة لازم انتعبي بياناتك فيها بشكل دقيق مثلا عمان مثلا آآ مثلا جبل الحديد جبل الحديد آآ قرب مثلا شارع الدفاع مثلا شارع الدفاع مثلا شارع الدفاع تمام واذا حتيت رقب بناية بكون افضل وقت افضل طيب الصف مثلا اول الثانوي الاول الثانوي تمام رقم الهاتف الاول رقم الهاتف الاول اللي بتصل عليها المسجدات دائما مثلا واتفر احط اي رقم تمام آآ رقم الهاتف الثاني هذا احتياط وتحط رقم الثاني عشان نقدر نتواصل معكم تمام طيب عدد الاخوة في المدرسة ان وجد بحط اذا في في فش بحط لا يوجد مثلا لا يوجد اذا في اثنين ثلاث بتحط عدد الاخوة طيب الآن next page هيا في عندي next page وفي عندي previous page هو انا previous وهنا في عندي next page next page بمشيك الصفحة البعديها previous page برجعك الصفحة اللي قبلها وانت عندك الحرية في التقدم في الصفحات والرجوع زي ما بدك ترجع وتقدم في الأسئلة زي ما انت بدك طيب نقدم على الصفحة next page تمام تمام الان بيانات الشخصية خلصت تمام وبلشنا في الأسئلة تمام لاحظ انه عندك على جهة اليسار في شي اسمه cause navigation بطيك انه انت قاعد بتجاوب في الأسئلة مثلا السؤال اول مجاوب السؤال الثاني الثالث الرابع الى اخره طيب ما هي ببلش الان في الأسئلة ما هي عروس القرآن وهان عندك اختيار متعدد تمام نحط مثلا احنا منجاوب اسألة شي غلط وشي صح تمام مثلا 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 الرحمن مثلا تمام شاك اين تقع مثلا اردن تمام جوبتها خليحكي مثلا آسيا وانت شاكك ممكن تحط هنا علم هاي شايفين ضوء بالضوء الاحمر علم شو هذا العلم هذا بحكي لك انت لما تخلص اسئلة انه هذا السؤال انا مش متأكد منه ارجع له ولاحظ هنا على جهة اليسار رقم السؤال خمية اتناش رقم السؤال اتناش انه عليه اشارة يعني انه هذا مش بتأكد منه مش بتأكد منه طيب روح على سؤال 13 تمام ما هي اصغر دولة في العالم تمام ما هي اصغر دولة في العالم هي دولة البتيكان مثلا تمام ما هي الصورة ما هي الصورة التي تعادلها ما هي الصورة التي تعادل قرأتها ثلث قران مثلا جاوب البدنيات تمام إنت طبعا رحتكون دقيق في إجابة رحتكون دقيق انت في الإجابة تمام آآ السؤال 15 اسم بيتي الدجاج مثلا هو مثلا القن عارين تمام إلى آخر هي القن تمام طيب هيك بتجاوب انت الأسئلة تمام آآ نروح على الصفحه البعديها رجع لصفحه الرجع للصفحه القبل هاته رجعتك حال الصفحه القبل. هيك ترجع لصفحة تلك قبل. طبع上 تقدم منزلة تحت وبروح عالم الصفحه البعدي. هذول الأسئلة أنا مفروض إني جاوبتهم تمام وهيك واروح على نيكست بيج هاي الصفحة الروحت أنا اللي بعدها الصفحة اللي بعدها ما هيك وقررت العالم مساحة مثلا مثلا نحط تمام آآ مثلا أفريقيا مثلا تمام أو آسيا واتفر تمام بدك إياه العالم الذي اخترع المصباح هو إلى غيره تمام بتجاوب إنت أسئلتك المتاحة أمامك آآ عدد هو مثلا ثمانية آآ وقعت الحرب العالمية مثلا في myślę في العملة الصفحة فيه شي صح تمام اوكي الان خلص كل أسئلتك اي كاي هاي عشرين سؤال طبعا بالشرط عشرين سؤال ممكن نعدي الأسئلة يكون عشرة ممكن عشرين حسب المادة حسب المادة اللي أنت بيدك إياها تمام هيك إنت medans يخلصت الأسئلة تمام وخلصت الاجوبة تمام وان شاء الله هيك تمام عبaha ما خلصت الأسئلة وتأكدت عبaha ما تخلصت الأسئلة وتأكدت الآن بتروح ايش إنهاء المحاولة انهاء المحاولة تمام بيسألك تمام انهاء المحاولة. اوكي. في عندك سلم الجميع وانهي. سلم الجميع وانهي. تمام. هل انت على بجرد اغلاق قديم محاوسة انت استحت عدير اجابتك سلم الجميع وانهي. تمام. هيك انت بتكون خلصت امتحانك تمام. وسلمت اجابتك لا اه الاستاذ المخصص. الاستاذ مخصص. الله يعطيكم العافية. ان شاء الله يكون الشرح وكفي ووافي. ونلتقي فيكم في المرات القادمة. بس حتى اذكر انه الامتحان التجريبي موجود رح يكون اليوم بعد الساعة ثمانية. في كورس اسمه خطط وجداول. خطط وجداول. الله يعطيكم العافية. نلتقي فيكم ان شاء الله.